لوهلة اعتقدنا بأننا قد انتصرنا على فيروس كورونا وأن التقييدات المفروضة على مناح الحياة باتت من ورائنا إلى غير رجعة إلا أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أعداد المصابين بالفيروس وتصريحات رئيس الوزراء نفتالي بينت حول تفشي جديد للوباء بددت هذا التفاؤل بنهاية الوباء وأعادتنا خطوطين إلى الوراء نحن قبلنا أخلطة رאשونية لاتيخس لذلك كالاتبرצות خدشة والمطارة لنا لكتوءها 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 لأش كשהأش أود كتنى وأوعز نفتالي بينت إلى إعادة تشكيل كابينت كورونا لوضع خطط جديدة لكبحي تفشي الفيروس معلنا عن قرارات سيتم اتخاذها تتعلق بارتداء الكمامة داخل المطارات وتجديد الرقابة والمخالفات على من يخرق الحجر الصحي وفرض غرامات على المسافرين إلى دول تعتبر ضمن دائرة الخطر الخوف تبعنا أنه يتيشي طفرة جديدة لقدام من خارج البلاد اللي تطعيم بغطيها هقل أو بغطيهاش عشان هيك الحذر تبعنا والمسؤولية الشخصية برجع بقولك أمرا المسؤولية الشخصية تبعا كل مواطن ما نجيبش طفرات جديدة من بره على البلاد يعني إحنا معقول نجيب طفرة جديدة تطعيم بغطيهاش أو بغطيهاش كل ما فيه بالعالم كورونا هذه نقطة تذكرها إحنا لازم نكون حذرين حتى لو رجعنا كل إشي وعملنا تسهيلات ورجعنا للحياة الطبيعية لازم ندير بالنا أنه كل ما فيه بالعالم كورونا لازم نكون حذرين وأهم محل أكثر محل عساس والمطار وتعتبر الطفرة الهندية للكورونا المسبب الرئيسي لتفشي الوباء في البلاد لسرعة انتشارها وانتقالها حتى لأولئك الذين طلقوا جرعتين من اللقاح الطفرة الهندية هي أسرع هي بتنشر بشكل أسرع التطعيم بغطيها بـ 80% الطفرة البريطانية تطعيم بغطيها بـ 96% يعني كمان هناك كمان بالطفرة البريطانية كمان مش 100% عندنا تغطي يعني التطعيمات بتغطي في كل تطعيم نعطي مش 100% تطعيم بغطي بغطي بنسبة مختلفة بين فيروس لفيروس ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإن 40% من المصابين الجدد قد طلقوا التطعيم وتسعين بالمائة من مجمل المصابين الجدد أصيبوا بالتفرط الهندية وفي حال استمر ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام القادمة سنعود إلى التقييدات التي تم إزالتها منها ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وإعادة تفعيل الشارط الخضراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر